الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم هل يجوز للزوجة أن تطاوعه ولا يجب عليها أن تدافعه يجب عليها أن تدافعه لأنه يأمرها بالحرام ولا طاعة لمخلوق في معصية الخال طيب وهل تطاوعه حتى ولو هددها بالطلاق يقول يا ترضين وألا أنت طالق تطاوعه الآن ما رأيكم يا جماعة لا السؤال واضح ما يحتاج تطاوعه لا ما تطاوعه أنت جالس عند القهوة وتضحك ومبسوط ما رأيكم تطاوعه لن يجيب الإنسان إذا استشعر أنه هو الزوجة لا استشعر مشاعر أختك المسلم الآن عندك أطفال وقد يعزم هذا الرجل ويطلق وتتفرق الأسرة في هذه الحالة ماذا نفعل؟ أخف الضررين يعني أنها تطاوع ها؟ والله أنا ما أدري عن الجواب الحقيقة لكن ما أدري الأصل أنها ما تطاوع ومجرد التهديد بالطلاق ليس من جملة المسوّغات التي تجعل الحرامة حلالا في حقها وليس من جملة الأمور التي تدخلها في حيز الإكرا فبعض الأزواج يهدد بالطلاق يا توافقين ولا أنت طالق بالثلاث فتضطر المسكين أنت وافق فنقول لا يجوز لها الموافقة حتى ولو هددها بالطلاق حتى ولو هددها بالطلاق